كابتر عبدالطيف قال حاجة وحاجة اكدت عليها فكرة انه هو مش هيبقى مسؤول قوي عن اللي بيحصل في دولة ابطالة افراق بس لو انت تبص على التلات مباريات اللي جايين وداد في ملعبك سجرات في ملعبك بيتر قتلتكو بره ملعبك تلات مباريات ممكن يبقوا في المتناول هل جماهير الزمالك اضافية نادي الزمالك كل اللي بيحبوا نادي الزمالك هيقبلوا يخسروا حتى مباراة من التلاتة دول انت لو كسبت التلاتة غالبا هتسعد اه برضو عنده مسئولية عنده مسئولية بس مش مش تقيلة اه يعني مش 100% السادة برضو ما تقولش مسا ايه انت لازم تكسب الوداد في المغرب عشان تسعد لا احنا عايزيلك تكسبه في مصر امم وده الطبيعي بالضبط ده الطبيعي بفرقة زي فرقة نادي الزمالك اه في لعبة كورة وعنده فرقة اه ممكن الدكة مش تقيلة بس انت ممكن تمشيها يعني تمشي معا يعني تمشي اه هو ما عندهش مشكلة في بطولة افريقيا هو لو زي ما الدماني قالك عمل حاجة وكسب الوداد هنا وده الطبيعي ان الزمالك يكسب الوداد وسجرادة ممكن بقى هناك مطش ده ان شاء الله الزمالك يكسبه او يطلع ببنته وفرقة تانية يعني ليه حسابة حتى لو خرج يبقى عمل اللي عليه ادى شكله لما فيها زي ما انت تقول جمهور زمالك ما يقبلش بس انا بقولك لو حصل حاجة في المطش اللي هنا مع الوداد جمهور زمالك مش هيحمل فرير ولا مجلس الإدارة هيحمل اللعيبة ببقى اه ده ده اساسي ليه؟ اللعيبة هي هي اسامة نبيه معهش عاصة صحرية وانا بحييه واي مدرب صاعد واعد يا كابتن لازم نقف في ظهره هو مع عاصة صحرية بقى له يوم اللعيبة اللي في الملعب الروح هرجع التاني ابتدوا يحسوا ان الزمالك لا ما ينفعش مغلوبة اتنين صفر واجيب ثلاث جوان في فرقة زي فيوتشار تبقى جامدة لا تتحسب تحسب لقسامة تحسب الجهاز تحسب للعيبة نمرة واحد بصراحة فانا لو حصل حاجة في الوداد انا اول واحدة هحمل اللعيبة مش هحمل مدرب بتبتفئ كابتن عبوطي؟ هتفئ طبعا لكن اصلا نادي الزمالك بتكلم في اتنين بونط من ثلاث مباريات اللي هيلك باسمه وعركة نادي الزمالك طبعا نادي الزمالك احنا بنتكلم في اوقات بيبقى شوش عايز مدرب بيبقى مسئلة لعيبة في مباراة لعيبة انا بيحسبها حسابات المباراة على الارضي واخر امل ليه انا طب المدرب هيفيدني في ايه؟ ده عناصر دولية وعناصر خدت بسرات قبل كده فبالتالي يعني اه معلشي عايب كابت عبوطيب دايما بختلف مع النقطة دي اه انا ععد معنا اتنين مدربين كباري اتنين مدربين فانا انا ضد فكرة انه المدرب اللعيبة هتيعرف تكسب لوحدها لأ اللعيبة هتكسب بالمدرب وهتخسب بالمدرب واللعيبة يعني انا اصد دايما العامل مشترك وإلا ما كنتش حالك بيبقى مدرب كم في النسبة كبير ايه؟ كم النسبة نسبة كام المدرب نسبة كام واللعيب نسبة كام انا بشوفها النسبة مشترك انا انا مش مع فكرة برضو التعديل او ايش حالك لطول انا انت انت عادرة انت عارف المدرب او مدير الفني يعني 30-40% وال60% بتاع تلاعيب انت عارف 30-40% دي ايه نفسيا زي مصبور شوية حاجات تخصوصي طريقة اللعب ويعني انت عايز تقنعني النهاردة النينة الاهلي بعد ما جاب جنين موسيبين قال لهم رجعوا ودفعوا لعبة وقفت وهمدت وبيضعوا جوان وبيضلعوا لما دخل فيهم جنين عايز تقنعني هو قال لهم يالله بقى خلاص يعني هو كده ميستره لعيبه مش على طول مش دايما اللعيبة طبعا هم اللي بتاعهم المسؤولية في مواقف بتبقى لعيبة في مبارات في الموسمة كابتن بتيجي دي مطشرة لعيبة ماتش صعود مسلا انا مستنى مدرب يقول لي معلومة او يقول لي الطبيعة بروح والقلبي وقادي اللعزة وصلها لك لكن طبعا المدرب له دور دور مهم ما كناش جبنا مدربين طبعا انا بتكلم في جوزية مبارات في كل فترة بيبقى خلاص يعني ماتش الجاي لعيبة الزمالك عارفة المسؤولية ان التعادل حتى مش هينفعني فبالتالي لازم الروح الى حتى المدرب مهم عمل وانا من جواه مش عاوز ما خلاص يعني انا بكلم في جوزية انا معرفي انت بس انت مفيش طبعا المدرب دي دور طبعا ما فيش حاجة بسمعه نكسر بقى انا غير مدرب بس انا بقول لك دور اللعيب لح النسبة كده مزبوط الجمهور لي دور مجلس الإدارة لي دور المدرب لي دور كل دولت في حتة جود اللعيب بقى رجليه رجليه اللعيب جاب الجون مدرب بقى احسن مدرب اللعيب ينفرض وضيحها المدرب تمشي افعل مشكلة في اللعيب افعل مشكلة في جوزيز